نحكيو مسرح كل ما يخرج عمل جديد مسرح سينيما كتاب قصيدة اي حاجة تصير في البلاد نفرحو بيها برشا ولو تبدى كما تقولنا نانا تيتري ايش ما يجيه يخو بالخاطر المهم يبدعو يخرجو عمال جديدة اكاول ايش لاي ندي بيت حيح احبال لاي الاصباح بهي انا نحكيو على مسرحية كو نص جميلة شيحي تمثيل جميلة شيحي اخراج نعمين حمدة تمثيل نعمين حمدة ديو دونفير ديو حلو برشا برشا زوز من الكبارات انا نسميهم متاع الفنانين متاع الدراما والمسرح في تورس اسميهم الطنطن مضروبة بالسفوت لانهم عندهم اعمال سابقتهم برشا تجارب مسرحية وحتى في الدراما نعمين زدها عنده سنوات توقع ديعمل هكا في طلعة كانوا قبل جابدين روحهم بليتو نعمين كان جابد روحهم الدراما ولكن مؤخرا شفناه في ادوار احلوة برشا حاضرة معنا الجميلة شيحي نعمين حمدة مرحبا بيكم اهلا وسهلا اي هو كفكرة هي اقترحات علي جميلة مع تالي عندها مريضة بيها عندها مديدة عندها مدة وعندها حاجات وتكتب وتخمل وبعد الفكرة والنص وشوفنا معتها حاولنا باش نخدموها الحكاية هذية لكن بمعالجتها معتها اوترومو على مستوى النص أو الفكرة او الشنو اللي يحبوا النصر بيه في الدخرة انا احنا نحكيو على تونس في شكل امرأة معناها في فترة معاينة قلنا ليه راهم يعملوا في الفوتينك في الشعامبي ما حذرناش رواحنا وباقي الاختار دهم علينا واحنا نقولوا ليه مش متاعنا مهمش ولادنا كيفاش توازها هكا يخي طلعت له الحكاية بالحق معناها دونك انا يظهر لي مع العنف يجبنا نتعاملو بعنف فماش منطقة التوافق مع العنف الجسدي يجبنا نتعاملو بعنف الجسدي اه وي يلزمي هكا ترأى انت انا هكا رأى